متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة إن شاء الله هتكلم عن التحديثات بالذكاء الاصطناعي الموجودة حالياً في برنامج Canva واللي تم إعلان عنها من أقل من يومين وهو Droptober Latest Launches المميزات الجديدة الموجودة في Canva المميزات الجديدة الموجودة في Canva بصراحة هي مميزات مبهرة وتقريباً Canva بتعمل تحديثات كل 6 شهور لكن التحديثات دي كلها معظمها بالذكاء الاصطناعي وده اللي خلني أطلع أتكلم عنها النهاردة لو عايز تعرف أكتر عن Canva ولو كنت لسه ما بتعرفش يستخدم Canva تقدر أن انت تزورنا على القناة الأخرى المعنية بهذا النوع من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتفصيل وهي كل يوم موقع جديد فيه اتنين بليليست بليليست اسمها تعلم Canva المبتدئين من السفر لأي حد ما عرفش أي حاجة عن Canva أو أصرار برناميك Canva هي سلسلة فيها مجموعة من tips and tricks المهمة جداً اللي ممكن فعلاً تخلي المحتوى بتاعك مختلف باستخدام Canva مش بس المحتوى ممكن أنت تستفيد بيها في حياتك العملية بشكل عام يلا بينا نرجع للفيديو بتاع النهاردة ودروب توبر من Canva أول ما حتخش على وجهة Canva فيه نوعين فيه البيت بلان وفيه الفري بلان النهاردة حشرح كل الأدوات بشكل عام من خلال الخطة المدفوعة علشان نقدر نحن نأكسس عليها كلها ونقدر نحن نشوف هذه الإمكانيات أول ما بتخش على Canva.com هتلاقي دروب توبر إزهير هتبتدي دوس على see the latest launches هتدوس على see the latest launches هيدخلك على هذه المميزات أول ميزة واللي أنا بعتبرها مهمة جداً مشاركتها بالتفصيل أيضاً على القناة الأخرى كل يوم موقع جديد وهي Dream Lab Dream Lab تعتبر ميزة جميلة جداً لو أنا دست عليها من Canva وجديدة بالتعاون مع شركة ليوناردو وليوناردو AI من المواقع الممتازة في إنتاج الصور بالذكاء الإصطناعي واللي فيها خطة مجانية جيدة جداً ولكن بالتعاون مع Canva هم عملوا Dream Lab اللي بيمكنك من عمل صور بالذكاء الإصطناعي وفي مجموعة من الـ styles أيضاً المميزة كل اللي عليك إن انت بتحط الأمر وبتبتدي إن انت تختار الـ style بتاعك عايزه Creative عايزه Smart عايزه Cinematic من مجموعة كبيرة جداً من الـ artist بالنسبة للـ aspect ratio أو الأبعاد بتقدر تختار الأبعاد اللي انت عايزها على حسب انت حتستخدم الصورة دي فين بالنسبة الخطة المجانية انت لك 20 أمر كل أمر بينتج أربع صور بتختار من الأربع صور أما بالنسبة للخطة المدفوعة فانت بيكل لك 500 أمر 500 أمر كل أمر بينتج أربع صور بتقدر انت تجربها وبشكل مجاني دلوقتي فيه المفروض يظهر عندي هنا اختيار تالت كانت أعلنت عنه شركة كونفا وهو الـ image reference وإمكانية إن أنا أعمل صورة باستخدام صورة كreference أو عايزه أقول له عملي صورة مشابهة لهذه الصورة لكن التابدل حد دلوقتي مش موجود رغم إعلان كونفا عنه ممكن يفتح في الوقت القريب ده بالنسبة لأول حاجة وهي Dream Lab تعالوا نشوف فيه إيه تاني عندنا تاني حاجة عندنا وهي الماجيك رايت الماجيك رايت اختلف أكتر وأفضل من الأبل لو أنا رحت هنا كتبت doc حيبن أكتر مع الدوكيمنت وهنا الموضوع مش متعلق بمنشئ المحتوى متعلق بيك أنت في حياتك اليومية ممكن تستخدم كونفا وتستفيد بيه حتدي أدوس على create blank document عشان أشرح لكم هذه الميذة وقفت هنا في document فاضي وروحت لماجيك رايت حتدي أقول لك اوصف الحاجة اللي أنت عايز تكتبها فأنا هنا ممكن باللغة العربية لأنه بيدعم اللغة العربية أقول له اكتب لي مقالة عن استخدام التكنولوجيا في التعليم وهبتدي إن أنا أقول له generate بيبتدي إن هو ينشأ لي المقالة عادي جداً الميزة دي كانت موجودة من قبل ولكن ظهر عندي حاجتين عندي more like this with this spot more like this يعني إنشأ لي حاجة تانية مختلفة فتم إنشاء حاجة تانية مختلفة يبتدي تشوف الحاجة اللي هو أنشأها وتقارن ما بينها وما بين المقالة الأولانية اللي هو أنشأها والمقالة اللي تعجبك بتقف عليها وبعد كده بتعمل لها insert more like this هو الجزء المتعلق بالمقارنة أما this spot ممكن هنا تقول له make it shorter يعني make it shorter يعني خليها لي قصيرة شوية المقالة طويلة وأبتدي أقول له generate حيبتدي يصغر لي المقالة بتاعتي زي ما إحنا شايفين وهنا ممكن أن أنا أعمل لها insert وتبقى مقالة صغيرة زي ما أنتوا شايفين أنا بس أبديك مثال طبعا هي مش المفروض أنها تكون كلا تعالوا نشو بقى الجزء المتعلق بالwhite board هبتدي أروح أنا للwhite board أنت لو دوست عليها حيوريك هو شريحها إزاي أنا عايزة أشتغل على plank white board لو أنا روحت دوست على template زي دي وقلت له customize this template دي template أو قالب خاص بwhite board لو أنت عايز تشتغل على template ده جاهز نفترض أنت خدت template واشتغلت عليه وحطيت فيه كل حاجة هنا طبعا دي tips أنا مش عايزة tips دي خالص أنا هنا هبتدي أروح أعلم على الجزء ده اللي هو template بتاعي أنا خدت template القالب كتبت فيه اللي أنا عايزة عايزة أقول له أعملي summary كده سريع للكلام اللي موجود جوه ده فهنا هبتدي أن أنا أدوس على magic write ومن magic write هقول له create summary هبتدي ينشئ لي summary وهنا زي ما احنا شايفين ده summary لخص لي الكلام اللي موجود جوه دي حاجة من الحاجات أيضا الجيدة جدا من وجهة نظري اللي ممكن أنت تضيفها كده على جنب أعمل بقى mind map أشرح حاجة معينة فال summary يكون موجود في الجنب بحيث أنت تكون ملم بكل اللي موجود جوه ال diagram دي أيضا ميزة من المميزات الحلوة اللي موجودة بالذكاء الاصطناعي داخل ال y نرجع نشوف إيه الحاجات التانية الموجودة عندي أيضا هناك بعض التحديثات المتعلقة بال shorts نيجي بقى لل shorts الشورتز بقت دلوقتي في أنواع من الشورتز تفاعلية أو interactive shorts لو رحنا كده try shorts هنتفرج على الموجود أو نجرب الموجود داخل canva و try shorts كده بيوريك شرح للحاجات الموجودة سواء كان try shorts try whiteboards هنا بيوريك نوع من أنواع الشورتز دي اسمه الفانل والشورتز دي عبارة عن شورتز تفاعلية لو خدت بالك هتبص تلاقي فوق هنا في علامة زي علامة البلاي كأنها فيديو دي الشورتز زي ما أنت شايف كده نفترض أن أنت عجبك الشورتز دي طب إزاي تقدر أن أنت تستخدمها كقالب تحط فيه ال data بتاعتك بتبتدي أن أنت تعمل select عليها وهنا عندك edit وهنا عندك data لو رحت لل data هتبص تلاقي هنا السليبنج والإيتنج طبعاً أنت هتغير الكلام ده بالحاجة بتاعتك اللي أنت عايز تحطها وهنا rate أو the often ده هنا مثال أنت بتروح تحط القيم اللي أنت عايزها تبعاً لك أنت أو ممكن أن أنت تروح تقاد ال data تكلير ال data خالص وتروح تقاد ال data بتاعتك من جوجل شيتز أو ترفع ال data بتاعتك مثلاً من اكسل شيت وهنا عندك labels وهنا عندك values هنا عايز أقول لك على حاجة برضو مهمة جداً أن أنت هنا في ال edit لو رحنا لل edit تقدر أنت تغير الشارت نفسه ممكن تخليه حاجة تانية غير الفانل الباي شارت الباي شارت برضو تفاعلية زي ما إحنا شايفين تقدر كده وإنت بتشرح وتقف عند كل جزء يبين ال value أو القيمة عند الجزء اللي أنت بتشرحه في عندك دونات شارت أيضاً تفاعلية عندي شارت زي ده عندي حاجة زي كده ال interactive شارت دي أيضاً حاجة جديدة موجودة حالياً داخل canva هنرجع مرة تانية نشوف حاجة جديدة وهي ال animation try animation لو دست على try animation هنشوف ال animation الجديدة ممكن نيجي لصورة زي دي بالمنظر ده كده نقف عليها وبعد كده نروح لأنيميت ومن أنيميت هنبتدي نروح للحاجات الجديدة فيه ال brush وال ink وال digital وال gradient وال sketch وال spray paint دي من الحاجات الجديدة يعني لو بصيت كده على brush بص الشكل ممكن كمان تتحكم في ال style عايزه wild عايزه curve على الدخول في الخروج اللي اتنين مع بعض برضو ده من الحاجات الحلوة قوي ممكن تremove ال animation تدوس على remove animation ال ink ال digital spray paint sketch gradient زي ما انتوا شايفين animation دي جديدة وهتخلي اكيد الشكل الخاص مثلا ب presentation او لو انت عايز تعمل انيميت لديزاين تقدر تعمله بحاجات جديدة بقت موجودة حاليا في canva فيه حاجات بقى تانية بس الحاجات اللي قلتها دي من اشهر الحاجات الموجودة فالو انت عايز تجرب الحاجات التانية في try disney بيخلي ديزاين بتاعك بcontent باستخدام disney collection في هنا disney collection هو حطه يعني الحاجات دي بصراحة انا شايفة ايه انا بركز على الحاجات المهمة من وجهة نظري بالنسبة لي الترانسليت في حاجات متعلقة بالترانسليشن speak your audience language حتة دي الحتة دي برضو مهمة هنا بيوريك انت ممكن ان انت تختار جزء مثلا معين وتبتدي ان انت تسليكت اللانجويش عايز تترانسليت لإيه فهنا عايز العربي وهنا هاختار الvoice professional مثلا هنا انت بتبتدي تعلم على التكست بتاعك وبتبتدي ان انت تقول له translate فبيبتدي ان هو يترجم للغة مثلا سيء العربية على سبيل المثال كvoice هنا هرجع مرة تانية نشوف فيه موجود عندنا الحاجات اللي اشراح تغالك فيه منها في المجاني الحاجات في المدفوع ولكن زي ما قلتلك انا بشتغل بالخطة المدفوعة عشان اواريك كله فيه type lettering موجودة عادي في المجاني والمدفوع في الجزء المتعلق بالpremium content تعال ان بفتع على الpremium content الموجود في المدفوع ولكن برضو ممكن تلقي عليه نظرة دي كلها templates خاصة بالdocs جديدة وموجودة في الpremium زي ما قلتلك او في المدفوع ولكن طبعا زي ما احنا شايفين templates جديدة ومختلفة business invoice الفطورة reading list event plan لو انت عايز تعمل plan event معين planner ناس الحاجات دي بتاخدها وتطبحها مثلا وبتستخدمها حاجات كتير جدا جدا يعني انا شايف انها جديدة وحلوة موجودة في الجزء المتعلق بالpremium content او template انا ركزت على اغلب الحاجات المهمة زي ما انتو شايفين كده تقدر انت تكتشف الباقي من التطبيقات او المواقع المهمة جدا من وجه نظري ولا غنى في الاستخدام عنها اتمنى تكون استفدتوا النهاردة يا رب يكون كل يقدمه يكون بيعجبكم زي ما اقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعينا الاعزاء متنساش like و share و comment دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا